اليوم الجلسة الاخيرة سيد اسلام ولازم اكتب تقرير نهائي عن حالتها ايه والله خايف دكتور من شو خايف؟ خايف ما تكتب بالتقرير اني صاحي وعقلي براسي العمى وليش بقى؟ لانه اذا كتبت صاحي رح يحكموني بالسجن واذا كتبت مجنون رح يحفوا عني ويحطوني بالعصفورية ايوه انت شو بتشوف دكتور؟ انا بشوف انك مجنون رسمي ايه هيك ها ريحتني ودخلك شو الاسباب؟ الاسباب لا تعد ولا تحصى طيب عدد شوي منها دكتور بس ما تكتر الله يخليك اولا انفصام في الشخصية وعادة تشمل الاوهام او الاعتقادات الخاطئة مثل الاعتقاد ان الناس عم تعتدي عليك وتأذيك اضافة الى الهلوسات والتهيؤات وغيره ثانيا مرض الكذب القهري ميتومانيا وهاد عم تمارسه تحت مسميات عديدة مثل التقية والمعاريد وثالثان ثالثان بيدوفيليا يعني اشتهاء الجنس مع الاطفال استغفر الله العظيم دكتور هذا الشي ما عندي منه يا اخي اصغل مرأة عندي عمرها تسعة سنين دكتور هاي طفلة يا بني ادم طفلة بس حلال الحلال في شرعك هو حرام في الشرائع الانسانية طيب طيب وغيره رابعا القتل القهري يعني منو مانيا همو السيدة او عدم القدرة على كبح الرغبة في القتل ومشان هيك عم تخلع لنفسك مبررات القتل والذبح وقطع الرؤوس القتل محرم دكتور الا بالحق انت خلقت دائرة اسمها القتل بالحق حتى تحل القتل ضمن هاي الدائرة هي علينا شو هالتشخيص التعبان تبعك دكتور خامسا هايبر سكسواليتي يعني الادمان على جنس دكتور الرسول طلب مننا انه نكثر منه نكاح مشان التكاثر ما فيها شي يا اخي سادسا الشذوذ الجنسي ومنها البيدوفيليا اللي ذكرناها اضافة الى تعدد الزوجات والممارسة مع المتزوجات من ملكات اليمين وغيرها هل تعدد الزوجات وملكات اليمين صاروا شذوذ؟ بدك تقول لي انه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شاذ؟ لا تقولني ما لم اقول يا سيد اسلام انا عم شخص حالتك والعلاج دكتور شو العلاج؟ بدك ولادة من جديد هاي الولادة الجديدة تبع الانجيل؟ ايه نعم ابضل على جنوني احسن دكتور علاجك ما عجبني لازم تصير طبيب بيطري ايه من حين لاخر كمان بيجول عندي حيوانات وبعالجهم ايه بيلبأ لك طلب خاطرك لك لوين رايح تعاخد التقرير ايه بيلو شرب ميتو دكتور الولادة جديدة قال اشتركوا في القناة شكرا